بسم الله الرحمن الرحيم الزيارات الميدانية أحد أهم المحاور في منهجية عمل الحكومة سواء كان الرئيس الوزراء أو الوزراء وليلة الاثنين كنا في زيارة لمستشفى الكاظمية التعليمي في بغداد بحضور سيد وزير الصحة وأشرنا جملة من الملاحظات في الأداء ومستوى الخدمة الخدمة العلاجية والطبية والخدمية تأكد تشخيصنا لهذا القطاع الذي وضعناه ضمن أولوية منهجنا الوزاري ضمن عنوان الخدمات ويمكن تذكرون أنه أول زيارة واجتماع كان في وزارة الصحة مع الوكلاء والمدراء بناء على رؤيتنا أن هذا القطاع يحتاج لثورة وتغيير حقيقي البعض يتصور زيارة هي مجرد أخذ صور وحالها حال زيارات المسؤولين السابقين بالتأكيد لا هذه الزيارة حتى نتأكد من مستوى الخدمة ونقف على تشخيصنا السابق وهذا ما تحقق ورغم أننا وجدنا أن الوضع سيء أكثر مما كنا نتوقع لأننا نتكلم عن مستشفى في داخل العاصمة 800 سرير وعنوانه مستشفى تعليمي يعني فرق من مستشفى التعليمي الذي يبترض أن يكون نموذج للأطباء شخصنا هذه الملاحظات طبعا الظروف غير طبيعية بالنسبة للمرضى على مستوى العلاج التغذية الخدمات وأيضا الظروف عمل الأطباء أيضا كانت سيئة جدا نحن نتكلم عن 950 طبيب ممارس موجود في المستشفى ومطلوب منه أن يقدم خدمات على مدى 24 ساعة لا ظروف الأماكن اللي يعيشون يسكنون فيها ولا حتى مستوى التغذية يعني تصوروا 950 طبيب مخصصي لهم 31 مليون دينار بالشهر يعني باليوم الواحد مليون دينار حتى توفر غذاء لـ 950 طبيب و30 مليون دينار حتى توفر غذاء لميتين من المرضى الراقدين فهذه الظروف أكيد لا توفر الخدمة المرجوة للمرضى وللعاملين وزارة الصحة شكلت فريق برئاسة الوزير والوكلاء والمدراء العامين وتواجدهم تاني يوم في المستشفى وقدموا كشف بالاحتياجات والمتطلبات والتصليحات المطلوبة مصعد أو باقي الأماكن اليوم عرق على مجلس الوزراء وصدرنا قرار بتخويل المحافظة بصلاحية تأمين مبلغ 3 مليار دينار تخويل محافظة بغداد صلاحية تأمين مبلغ 3 مليار دينار لكل من دائرة الصحة بغداد و3 مليار لدائرة الصحة الرصاقة لسد متطلبات تأهيل المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة من أصل تخصيصات البترو دولار أو المنافذ الحدودية من البرامج الخاصة من قانون دعم الطارق رقم 2 لسنة 22 واستثناء من فقرة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 مع تحديد السقف الزبني لتمويل لا يتعدى 10 أيام عمل وهذه المعالجة تعمم على باقي المستشفيات هذا الأسبوع شهد اجتماعين مهمين لحسم مشروع تحلية ماء البصرة الملف بمراحلة النهائية من أجل إحالته على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تحلية المياه المشروع الذي سيطلق تقريبا هو مشروع متكامل يتضمن أيضا توليد الطاقة الكهربائية وسينهي مشكلة مياه الشرب بشكل جذري إن شاء الله هذا جزء من التزامنا في المنهاج الوزاري خلال ثلاثة أشهر نحسم هذا المشروع المتأخر منذ سنوات ضمن إجراءات وتوجه الحكومة نحو خفض الإنفاق غير المبرر وجهنا الدائرة القانونية بإصدار 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 تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون إلغاء امتيازات المسؤولين المالية ورقم الثمانية لسنة 2019 هذا القانون صوت عليه منذ عام 2019 وترك لم ينفذ أحد مواد هذا القانون أنه الأمانة العامة تعدي تعليمات لتنفيذ القانون لم تعد هذه التعليمات بالتأكيد كان مبررات تشريح هذا القانون واضحة في إطار ترشيد النفقات وتوجيهها في مواطن الإصلاح أو مواطن العمال الوظيفية الحقيقية أوعزنا لديوان الرقابة المالية أن يتابع الوزارات والرئاسات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتطبيق قانون للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم الثمانية الثمانية وعشرين لسنة 2019 القرارات التي اتخذت في الجلسة اليوم تولي وزارة التخطيط باستحداث مكون لمشروع ماء الخضر والدراجي لهذه السنة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإحمار والإسكان والبلديات والأشغال العام هذا المشروع لمياه الشرب في محافظة المثنة وهذا بناء على توقيع اتفاقية تمويل بين بنق التنبيه الألماني والحكومة العراقية وتخذنا الإجراءات لتأمين هذا المبلغ وتنفيذ المشروع إن شاء الله بالقريب العاجل أيضا هناك قرار سابق لمجلس الوزراء رقم ثلاثمية وخمسة واربعين لسنة 2021 اليوم تم المصادقة على محاضر أضرار السيول والأمطار لمحافظة المثنة ضمن مجال التعاون مع مجلس النواب وبعد الإطلاع على مشاريع القوانين اللي موجودة على طاولة التشريع ثبتنا طلب وصار قرار في مجلس الوزراء بسحب مشاريع قوانين القانون الأول سحب مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية الثاني مشروع قانون مجلس العمار سحب قائمة السفراء الذي تم ترشيحه قانون تعديل قانون الشركات قانون تعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية قانون قدمة العلم تعديل الثاني لقانون الطرق العامة وأيضا خول رئيس مجلس الوزراء بصلاحية سحب مشاريع القوانين بالتنسيق طبعا بعد التأكد من حاجة أو قرار الوزارة المعنية هذه القوانين هي ضرورية لكن يبترض أن تكون مطابقة لوجهة نظر الحكومة الحالية باقي مشاريع القوانين لا عندنا مشكلة ممكن تأخذ طريقها للتشريع كان هناك قرار سابق بخصوص تقديم الدعم للمحاصيل الزراعية الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفرة يقضي بأن كل الدعم يوجه فقط للفلاحين الذين يقومون باستخدام التقنات الحديثة منظومات الريب الرش وبما أن الخطة الزراعية لهذا الموسم قليلة من حدود مليون ونص غير المساحات الأخرى على الآبار التي هي مليونين ونص فاليوم تأخذ القرار نستثني الفلاحين والمزارعين فقط من هذا الموسم يعني الموسم القادم الفلاح الذي لا يستهدل منظومة الريب الرش لا يأخذ دعم للأسمدة والبذور والمبيدات هذا من باب التشجيع من أجل الترشيد الميئة موضوع التحقيق الجاري بشأن الضمانات الضريبية والقمرقية وهذا واحد من ملفات الكبرى في مجال نهب المال العام والفساد الإداري والمالي الكل يتحدث عن أرقام ثلاثة ونص تريليون خمسة تريليون ثلاثة سبعمية طيلة الفترة الماضية وأنا أتابع التحقيقات المخاطبات الرسمية كفد رقم رسمي حتى تعرف فشقة حجم السرقة لأمن الدوائر المختصة المعنية الضريبة أو القمرق أو المصارف أو حتى وزاة المالية طيب شلو رح يصير التحقيق شلو رح يصير المتابعة وليش نفتح هذا المجال لأرقام ما نعرفه أكثر أقل وهذا جزء من العملية السرقة ولغرض أنه نكون واضحين أمام شعبنا حتى الرأي الدولي لأنه قضية الفساد جاوزت حدود العراق بحكم هذا الرقم فكنا في بحث مستمر خلال الأيام الماضية أنه يجب أن يكون لدينا رقم حقيقي لحجم المال المنهوب المسروق في هذه القضية لذلك اليوم صار قرار بالتعاقد مع أحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمرقية وتبتنا هذا المشروع في وزارة التخطيط حتى نحصل على تقرير واضح من شركة تدقيق عالمية مختصة تقول حجم الأموال التي سرقت في هذا الملف هذا الرقم وعلى أساس تكون متابعاتنا لأنه حتى الجهات الرقابية مما فيها ديوان الرقابة المالية المعنى بالتدقيق هو ما عنده فدرقم أو بينه على حجم هذا المال وهذا فدشيء يعني حقيقة مؤلم أمام هذا المال العام الذي يفترض بكل المؤسسات الرسمية ورقابية لتكون حريصة وأمينة على هذا المال اليوم أيضا حلينا مشكلة التمويل متطلبات بطولة كأس الخليج العربي 25 بقرار من خلال اقتراض الاتحاد العراقي لكرة القدم من المصرف العراقي للتجارة تي بي آي مبلغ 33 مليون دولار وعلى أن يضمن المبلغ في مشروع موازنة 2023 وخولنا الاتحاد العراقي لكرة القدم بالتعاقد لأنه بعدنا خمسين يوم وهذه البطولة وهذا المشروع المهم للأسف لم يحسب موضوع تمويله مضطرين نحن نعالج الموضوع ونتخذ القرار حتى تتنفذ البطولة اللي ينتظرها الجميع هذا أبرز ما لدي إذا كان هناك أسئلة السلام عليكم سيادة رئيس الوزراء عمر عبداللطيف من جريط الصباح سيادة رئيس هل هناك نية لتشغيل أو تأسيس شركة رابعة للهاتف النقال وما هو موقفكم من شركات النقال عاملة كونكم سبقوا وأن رفعتم دعوة على هذه الشركات شكرا جزيلا شكرا لكم تعرف الدعوة التي رفعت عندما كنا في مجلس النواب انتهت بقرار من المحاكم واستنفذت كل الإجراءات يعني الاستئناف والتمييز وحتى القرار التصحيح كل مراحل التقاضي استنفذتها في حينها فصدر القرار في وقتها بحقية نهيئة الإعلام والاتصالات بالتعاقد للتجديد أنا كان احتراضي على التجديد مع القرار كان مشروط التجديد بتزديد الديون وهذا ما حصل تم تزديد الديون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وكذلك تم تزديد المبالغ الرسوم التجديد الترخيص اللي خمس سنوات وخاطب يعني في وقتها حصلت على مخاطبات رسمية من الهيئة بأنه حصل هذا الاستفاء على المبالغ الرخصة الرابعة كلفنا الجهات المعنية الوزارة وزارة الاتصالات لإعداد دراسة لإطلاق الرخصة الرابعة وإن شاء الله حال إكمالها نتخذ القرار المناسب بهذا الشأن السلام عليكم دولة رئيس الوزراء أياد العبودي قناة الاتجاه الفضائية عفوا دولة رئيس الوزراء هل هناك تنسيق مع الانتربول بخصوص المتورطين بملفات فساد بالتأكيد هذا الموضوع مهم بالنسبة لي والحكومة وسبق أن تحدث في أكثر من مناسبة لن أتوقف على مسألة إصدار الأحكام أو إطلاق أو الإعلان عن الملفات بقدر ما يهمني استرداد المطلوبين والأموال وأحنا كبلد عضو في اتفاقية دولية لمكافحة الفساد هناك مساحة واسعة من القوانين والاتفاقيات التي تجيز للعراق وتمنح له الحق في استرداد المطلوبين والمال العام لدينا عمل حفيث نحن ننتظر أكمال التحقيق وتحديد المقصرين والمتهمين وإصدار الأحكام حتى على ضوء ننتقل إلى المرحلة الثانية لكن لازم نتابع وفق المعلومات التي ترد من خلال الأجهزة المختصة والتحقيق والأشخاص الذين يتعاونون في حركة هذه الأموال التي سرقت في هذا الملف تشكدار جمال من كردسان 24 جنابكم على العلم على المشاكل المتراكمة بين الأقليم وبغداد مشاكل قانون نفو الغاس ورواطب الموظفين والموازنة حصة الأقليم في الموازنة سؤال هنا هل أكونية أو أكو مبادرة لحد هذا المشاكل أو مرة أخرى يخيب ظن الأقليم بغداد شكرا إن شاء الله أنها موجودة والإرادة والعزيمة بدليل هنا صارت اتفاق سياسي وحصل نقاش مستفيد واللقاءات وثبتنا خارطة طريق تم تضمينها في المنهاج الوزاري وصوت عليها من قبل مجلس الوزراء سواء كان في كل الملفات المنافذ الأجهزة الأمنية البيش مرك الألوية الرسوم المستحقات السابقة قانون الموازنة مشروع 2023 فضلا عن قانون النفط والغازة عمل مستمر الأقليم شكل من جانبه وفد أيضا الحكومة الاتحادية لديها وفد جاهز لمناقشة الموازنة السيد وزير النفط يجري مشاورات مستمرة مع وزير الثروات الطبيعية في الأقليم بشأن المسودة التي يتفق عليها لمشروع قانون النفط والغاز ضمن المنهاج الوزاري حددنا ستة أشهر لتشريح هذا القانون الحكومة ماضية باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق الذي يساهم في حل حلة هذه المشاكل إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام كاظم عجرش من مكانة بلومبرغ سيادة الرئيس في شأن موقف الحكومة العراقية الحالية من منظمة أوبك فيما يتعلق برفع مستويات الإنتاج لدعم الأسعار هل تؤيد الحكومة العراقية هذا التوجه هل لدى الحكومة العراقية الحالية النية لطلب من أوبك بمنحها استثناء فيما يتعلق بزيادة الصادرات وزيادة الإنتاج هل تعتقدون أن أسعار النقطة الحالية أسعار مجزئة بالنسبة للسوق العالمية شكرا جزيلا شكرا لكم العراق جزء من أوبك وهو أحدى الدول الأساسية ثالث دولة على مستوى الإنتاج 4.652.000 ألف برميل يوميا وبالتالي هو حريص على ثبات الأسعار بأن لا تقل عن 100 دولار أيضا لا يؤثر مستوى العرض والطلب على معدل النمو والأسعار بشكل عام هو جزء من هذه المنظمة ومنفتح على الحوار معهم بشأن التخفيض وجهة نظرنا أنه العراق يجب عادة النظر بالكمية المخصصة له لعدة احتبارات أولا العراق ثالث دولة على مستوى المنظمة وكذلك تزايد النسبة السكانية 41 مليون أيضا العراق لم يستفد من عملية أو كان محروم من عملية التصدير طيلة حرب الثمانينات وحصار التسعينات والإرهاب بعد 2003 وما خلفه من دمار الأمر الذي يتطلب وجود تخصيصات وأموال تساهم في عادة الإعمار والإفاء بمتطلبات الأمناء الشعب على مستوى المجالات مختلف لكن هذا كل قائم على الحوار والتفاهم مع الشركاء في منظمة أوبك مساء الخير سيادة رئيس الوزراء من نتواللهي ظاهر من تلفزيون الشرق للأخبار سؤالي لدولتكم حول مستقبل العلاقات العراقية بمحيط الخليجي وتحديداً المملكة العربية السعودية التي يرتبط بها العراق بشركات اقتصادية واستثمارية كبيرة شكراً جزيلاً موقفنا واضح العراق حريص على عمقه العربي وعلى دوره الريادي والمطلوب في المنطقة والعلاقات المتوازنة مع شقاءه والأصدقاء المملكة العربية السعودية دولة مهمة في المنطقة ونرتبط معاهم بعلاقات تاريخية لدينا مبادرات وأنشطة في الحكومات السابقة على مستوى المجلس التنسيقي الأعلى من العراق والسعودية والتي انبثقت منه عدة لجان هناك مشاركة أو مشروع مشترك في مسألة إيصال التيار الكهربائي أو الربط الكهربائي أكثر من مقترح ومبادرة ونشاط من الممكن تفعيلها بالشكل الذي يطور هذه العلاقة ويساهم في نمو هذه العلاقة على مستوى الجانب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وبنفس الوقت توحيد المواقف والتنسيق تجاه مختلف القضايا التي تنعكس على استقرار المنطقة العراق حريص على هذا الدور ومثل ما ذكرت هو الدور الطبيعي للعراق أن يكون رائد في المنطقة ويبارس دوره بالشكل الذي يخدم المصالح مصالح البلدان وفق قاعدة الاحترام المتبادل وحفظ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا